السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنشوف ازاي نحط العناصر تحت المبنى في قلب برنامج Real Time Landskilling Architect من Building تقدر تختار House وترسم المبنى وتقدر تختار شكله معين من الاشكال الموجودة تقدر تقدر تعدل فيه تقدر تعدل تحتك الروف الحدود اللي هي بره تعدل فيه تضيف عليها تلغي اذا ما انت عايز طيب ممكن تضيف دور مثلا تقدر تضيف ويندو طبعا الاعزاب بتاعته تقدر تختار هنا من انواع كثيرة من شبابيك ولا يكون مثلا الشكل دوت طبعا بالبكر تقدر تبعد تقرب زي ما انت عايز تقدر تقول له هو عايز حسنا 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 تقدر التعليه حسنا حسنا تم تقدر تغير الوقت مثلا ممكن تقول له انا عايزة مثلا بالليل كيف يجب لك الشاشة بالليل تقدر تقول له انا عايزة اضع عمود مثلا او طبعا عندك انواع عديدة جدا من العميدة اللي تقدر تستخدمها تقدر تعمل فنس سور مثلا تقدر تعمل فنس جيت تضيف زي بوابة للسور تقدر تعمل فنس فنس جيت تقدر تقدر اي عصر منقل على مصر لك مثلا احيات بالشكل ده او طبعا تقدر تعدل الماتيريال فريمينج الريرينج بوست كل الحاجات التوبريلينج تغير شكل بتاعها وتغير المأساة بتاعتها الريرينج الشكل دوت اوه كذا كل عاصر مجرد ان انت تحددها هو بيعملها في 3D لما تدخل في البيلان تلاقي العناصر هي موجودة في البيلانج وتقدر تقول له انا عايزة اس سواء في 3D او في 2D تقدر تقرر من هنا اوه تقدر تقول له character تقرر تقرر نقدر نعمل اي شغل group او تقدر تعمل select وتقول له group group دي على اساس انهم هتحركوا مع بعض وتقدر لما تعمل group تعلم مع group وتقول له on group دوتا لما تجي تعمل select يقولون مع بعض وتحركوا كلهم مع بعض تجي تفكر group والانجروب يبقى كل وانصر الوحد در تتحكم في كل وانصر الوحد